يعني لازم تديلي البديل بديل عن كانت مؤسسات عقابية خلاص مهترئة حتى محاولات تجديدها لازم تبوء بفشل ليه خلاص بنيتها البنية بتاعتها الستركتشر بتاعتها بتكلمين على بنيتها حجر واسمنت ما بقتش تحتمل التجديد ده أصلا اتنين ناهيك انها موجودة في قلب الكتلة العمرانية دي مش مسئولية الرئيس بالمناسبة مش هو اللي حطها في قلب الكتلة العمرانية والحقيقة الكتلة العمرانية هي اللي زحفت عليها يعني سواء اذا كان فطورة ولا في المنوفية ولا في الشرقية ولا 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 ده اللي حصل استلمناها كده مصر استلمتها كده استلمتها قديمة بعض هذه السجون عمره اكتر من مئة سنة استلمناها وحواليها زحف عمراني كسيف حتى امنيا خطر على الناس اللي سكنة وغلط على السجناء اللي موجودين دول سهل يهربوا يعني كده آه بتعمل الحراسة المشددة وما إلى ذلك بس بالمنطق هو فيه سجن وسط كتلة العمرانية طيب اتنين المراكز بقى دي كانت زمان اسمها كده اسمها السجون طيب هي دلوقت اسمها مراكز وبالمناسبة اسمها مراكز للتأييل والإصلاح مش لمجرد المسمة يعني مش لمجرد ان احنا عجبتنا الجملة او يلا بينا نغير المصطلح فكده لا المسألة مش كده خالص المسألة ان هي انت لازم تبص على الامور بمنتهى العمق اول حاجة لازم تتنقل بعيد عن الكتل السكانية فلازم تبني مكان جديد عظيم طيب المكان الجديد ليه فلسفة فلسفة دي قالها الرايس في هذا البرنامج على التليفون قبل افتتاح سجن وادي النطرون او قبل بالأدق بقى هنا افتتاح مركز التأييل بتاع وادي النطرون والكلام ده قاله الرايس النهاردة وهو في اكاديمية الشرطة ان اللي ارتكب خطأ او جريمة مش اخر الدنيا يعني ومش هنعقبه مرتين مرة يعاقب على ما فعله وهو تقييد الحرية بس كمان ما ينفعش اعاده في مكان غير مؤهل وغير ادمي وغير انساني وعلشان دي مش اخر الدنيا لازم ااهله لحياته اللي جاية بعد ما يقضي الفترة بتاعته جوه هذا المركز وبالتالي هذا المركز يؤهله للاندماج في المجتمع اقول مرة كمان يؤهله للاندماج داخل المجتمع لهذا فيه الاصلاح انا بصلح نفس هذا الرجل او هذه السيدة دول مواطنين مصريين جزء من واجبي ودوري كدولة ان انا اصلح من نفسه وحطه على الطريق الصحيح وساعده طب هساعده ازاي بس بيه الرعاية الاجتماعية او النفسية داخل المركز لا ده انا لازم اساعده انه يعرف يشتغل فاللي ما كانش يعرف له صنع بنعلمه جوه والله ده بيصلح موبايلاد ده بيرسم ده بيصلح حاجة ده بيشتغل غزلة نسيج نول نقاشة نجارة حدادة الاخ 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 وليس من سمع كمن رأى انا كان حظي كويس ان انا رحت تلات مراكز رحت ودي النطرون رحت بدر رحت امبرح العاشر من رمضان كويس كلهم معمولين على نفس دات النسق باختلاف المساحات بقى دي قصة تانية لكن نفس دات النسق او بالادق هي نفس الفلسفة ده بخلاف انها مراكز بالاساس ساستينبل زي ما بيتقال يعني هي بتصرف على نفسها طول الوقت اولا هي فيها مزارع المواشي والدواجن والخضر والفكهة والصوب يلخ 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 الاراضي دي بتعود الى الدولة مرة تانية الاراضي بتاعت السجون القديمة تعود الى الدولة الدولة بقى تتصرف فيها دي جوه مناطق سكنية تستصمر فعملين المراكز دي مش بس وقف عليها ببلاش لا هتلاقي من وراها فائد كمان بس برضو مش دي القصة فلسفة الدولة مش ببلاش ولا فائد مش دي القصة فلسفة الدولة ان في مواطن دخل بسبب انه خرج عن القانون فانا عاوز ارجعه تاني لعباقة القانون او داخل العملية والمصار القانوني كيفما يجري في مصر بحيث انه لما يخرج للمجتمع يخرج مندمج مع هذا المجتمع طبعا انا هضراب لك مثل بسيط عشان تعرف ازاي بتجري عملية الاصلاح جوه لو افترضنا ان فلان الفلاني بيقضي فترة ما يدخل هذا المركز وعنده بنت خطبت لاجل الزواج جاي معاد الزواج البنت بتتاخد مع والدها ويروحوا على معرض مجاهزاه الدخلية ده بجد والله مش هزار واسأل ورايا بالمناسبة اسأل ورايا ده بجد معرض بتجهزه الدخلية مخصوص لهؤلاء النزلاء اجهزة كهربائية مش عام موبيليات الاخ 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 البنوتة بتختار حاجتها ده جد وانا عارف انه ده هيودي الى فيسبوك وتويتر وشوية عيالها تقعد تهرج وتهزي مش موضوعي ده اللي بيحصل بتاخد حاجتها الحاجة تتشحن على بيت الزوجية والسلام عليكم دي بتبقى الهدية اللي بتقدمها الدخلية لهذا الرجل او بالتحديد لبنته طيب هي هدية ليه في المطلق لا ان البنت ملهاش زنب اصلا في ان والدها خرج عن المسار القانوني وبالمناسبة جزء من الاصلاح ان الرجل يصبح فاهم ان اللي عمله غلط تاني وبالتالي بما انه بيفهم ان اللي عمله غلط احنا مش هنعقبه تسعمائة مرة هو خلاص مقيد الحرية فبنساعده هل كل الدنيا بتعمل كده لا وتقريبا انا ما سمعتش ان حد تاني عمل كده غيرنا يعني بس اللي قدر اكدهولك برضو لو جيت قريط كويس صحافة عربية وصحافة عالمية على هذه المراكز هتلاقيهم بيكتبوا كده وده برة بيكتبوا كده برة ان مصر بتعمل تجربة جديدة في المؤسسات العقابية تجربة جديدة لم ينتقدوها نقدا لازعا مستميتا حارا جبارا هم الاجانب بصوا عليها بصة تانية خالص بصوا عليها باعتبارها تجربة رائدة ومش رائدة وبس يا رائدة في المنطقة واحدة من التجارب الجيدة على مستوى العالم هم اللي بيصفوا ده مش انا مش الدخلية المصرية الناس اللي برة هي اللي بتوصف احنا جايبين لك المشاهد تتفرج عليه وحضراتكم شفتم بارح اظن برضو بعض المقاطع وتقارير وما الى ذلك ده هو هذه المؤسسة انا مش بقولك بقى هتروح حينك بعد الشرع عن الجميع نزيل ان قتيحت لك الفرصة للزيارة اهو زيارة تشوف وتتفرج وتعرف ما تترددش روح وشوف بعنيك ليس الا حتى لو انت متدايق من كل حاجة جات لك فرصة افترضنا انه الجامعة نظمت زيارة لبعض الطلبة يشوفوا التجديد اللي بيحصل في هذه المؤسسة اه والله مش عارف المكان بتاع الشغل اللي انت فيه ايا كان لقيت انه انت عضو فيه جمعية كذا بيقولوا ده احنا عاملين زيارة للمركز الفلاني روح وتفرج دي الفلسفة بتاعة الرئيس في هذه المراكز اللي تكلم عنها زمان زي ما كنت بقول لكم في البرنامج هنا هو واللي تكلم عليها النهاردة الصبح بدري في اكاديمية الشرط اللي تكلم